إلى موضوع آخر ولاية تشلف على غرار باقي ولايات الوطن تعرف ارتفاعا محصوصا في درجات الحرارة التي وصلت إلى خمسين درجة وقد تسببت في عرقلات سكان الولاية وفرضت حذرت تجوال عليهم خاصة من الساعة الوحيدة زوالا إلى غاية السابعة مساء. التقرير لرشيد مشور بوردقشيش تشهد ولاية تشلف على غرار ولايات الوطن ارتفاعا محصوصا في درجات الحرارة والتي وصلت إلى الخمسون درجة مئوية ما فرض على المواطنين حذرت تجوال خاصة منهم ذوي الأمراض وزمنة في أيام حركة الساعة الواحدة زوالا وشوارع مدينة شلف خوية على عروشها وحتى أسواقها تنعدم فيها الحركة فلا بيع ولا شراء والسبب أشعة الشمس الحارقة الساعة هنا عندنا من صباح تبدأ ربعين خمسة واربعين بعد تبدأ تطلع خطرات الأكثر خمسين خمسة وخمسين الحركة عندنا اثناعش اثناعش ونص تحبس ما تزيج الحركة قاد تحبس ما كان لا بيع لا شراء حتى الخمسة ليظل بذلك فصل الصيف يحمل الكثير من الأعباء تسببها درجة الحرارة المرتفعة للمواطنين في العديد من ولايات الوطن اشتركوا في القناة